السلام و مرحبا بكم. إن شاء الله الناس كلها تكونوا بخير و رباس. رجعتكم اليوم في فيديو جديد و في روتين جديد. أول حاجة ناخذيني من وقت ووقت منصرفها على الحبيب نصرف على أفضل الصلاة والسلام. اليوم كيف العادة روتين جديد نشاط جديد وحيوي جديد إن شاء الله. بش ننظف حاصيلوا بش نعمل دورة في الصالة حاصيلوا بش نقنسها ننفض الكنابيات نقنسها ونعمل لها مسحة لقاع عندي برشة ممساحتش الحقيقة. عندي برشة يعني تقريبا نجمعة هكاكة خطر ك ما تعرفوا في الصيف واحد يحاوسها عشاكم من غير شلاكة من غير كلاست. ماذا به ديما القاعة تكون ننظفها بش كيعافس مهزش غبرة في سيجو ولا حاجة. وتعرفوا ديجاف الهناي الأتراك الأرضيات متاعهم يعني لوح. ما تستحقش لتزرزق مالة حتى شي جوزت مسحان وبره. المهم أول حاجة بتتبقى هي الكنبيات مش ننفضها ومحصيلوا. حصيلوا متغشة المهم. فوق تعال الصباح متغشة حصيلوا. غضر الدنيا داخل ابعادها نخليها منظمة. نجي نحديها نجليها. نفيق الصباح. يفيقوا قبلي نجري الدنيا داخل ابعادها. وبما انه اه اليوم عطلة يعني العطلة الرسمية الهناية حصيلوا اا استحقش يعني ما مشيتش للجامع اتفيق قبلي لازمني كما نقولوا نحن رجلت في عقلي Lunashat اريب puta سهر معها قربتها شووي وقلت او ان ننفيق في عقلي وم بعد نعمل نكافرها كما نحنا كيعني كاذا نقولوا نحنا تعقيب خفيف كما نقولو نحنا كنترول كما نقولو نحنا نشوفها شنوة تنجم تقرأ ولا تنجم تحفظ يعني نقولو نحنا تنطق الكلمات ولا المهم بش ننظف الصالة كما قلت لكم نفطح حسيلو بش نجيب الاسبيراتور بش ننكنسها ونبعد بطبيعة نعمل لها مسحة باهية ونعمل نمسح الغبرة حسيلو بش خليها نظيفة لينه كنتلاحظو عندي برشة محليتش يعني مش محليتش يعني الدجاري دو محلول يعني استوريه دي كما هزيتو الفوك كنتلاحظو عندي برشة محليتش البلار تصورو انتم غبرة ما نحكي لكمش هنهارات كما نقولو نحنا ناضط كما نقولو نحنا نصموها هوم الهن فرطنة فرطنة اللي هي كما العاصفة كما الاعصار متعام طر و تراب هصيلو ما نحكي لكمش سكرتو شباك هذكا يعني يحل منشيرتين تعال السالة كل بلكونة ومش بلكونة ومش كما البلكونة اللي في الكوجينة يعني شباك يعني على طول الحيط يعني الشباك بتاعها جزت يعني نرقد ومنفوق يعني نحلو منفوق ومنلوطة يبقى مسكر تتهوى ونعود نسكر ما نخليشه محلول يعني نهار كامل حتى كمش نمسح البلار نمسح ديريكت ونسكر بشو الغبرة ما تدخلش الداخل كما تعرفوا الكنبيات اللي عندي هذو ماكل اللي عدان لقماش متاعهم عدان حساسين على الاخر في ساعة يشدوا الغبرة يولكتوا الغبرة وتلسق فيهم ترسيليم بعد نمسح بلانجيت وتبدأ هكا نقول نحن ترشوهم عبلولة بش الغبرة هذيك تتنحى وكل مثلا ساعات يجيكو بر من بر ولا حاجة تجي طايرة مع الهواء سبحان الله نخير اني بعد ما ننظف هكا مثلا لو نمسح القاعة نهوي الصالة شوي بشو خرج من هكا الريحة متاع المويد التنظيف ودي ريب تنسكر ما نخليهاش محلولة الأغلبية دي ما هكا واصلا حتى كينو نقعدوا فيها يعني نقعدوا يكونش كي يبدأ عندي خدمة مثلا منتاج ولا حاجة خدمة في البي سي نقعد في الصالة ما الأغلبية في الأغلبية الوقت الفوق نقعدوا بحضة راجل الفوق نخيروا انه نحلوا كلمات يزور واحد خير من يبدو زول سيخدموا واحد الفوق واحد له طب صراحة استهلاك الظو برشا كي ما تعرفوا طو كل شي ولا غالي ودي جاء لاحظتوا الماريفات شاركت معاكم الفيديو بتاع مواد الغذائية بطلب من أخت تحية لها وتحية للمتابعات الكل بالطبيعة كي ما شفتوا المواد الغذائية وريتكم جوزت العجين أكهو يعني وريتلكم الحاجات اللي نقولوا نحن العجين وشوية جبن ما وريتش كل شي أعطوا نوريكم إن شاء الله في فيديو آخر نخرج ونوريكم في الماركات متاع البيم والأيوزبير أنا اللي السوية اللي وريتها لكم هذه كفية ماركات يعني خاصة يعني كي ما نقولوا نحن كي ما العطار أما هي أكبر من العطار بطبيعة كيف ما شفتوا ما شاء الله فيها ريونات فيها كل شيء أما هي رهي خاصة متاع شخص يعني ميش متاع نقولوا نحن كي ما كل السلسلة متاع مغازات كي ما المغاز العامة في تونس ولا كي ما كارفور لأ هذية يعني مغازة خاصة متاع عبد واحد يعني كا واحدة بركة في البلاسة النسكم فيها أما إن شاء الله بقدرة ربيتها وكل مرة هكنا نختف روحي نمشي للماركات يعني متاع السلسة هذكم نحنا كي ما نسموهم اللي هي الأيوزبير والبيم والشوك وميكروس وكارفور كل مرة نمشي نختف روحي هكا المغازان منهم نصور لكم الأسوام متاع المواد الغذائية فيها تو تشوفوا العجب بصراحة خاصة النميكروس وكارفور لغلاو الكواء وأو زد خلطة عليهم بتاوي الأيوزبير يعني كيفش نقولوا نحن الحاجات متاع الصغار خاصة كي ما نعرفوا نحن الحاجات نقولوا نحن التحريش متاع الصغيرة تحصلوا الهني سموها أبور جبور أرخص صوم وأرفق صوم موجود في البيم أنا بنتي نقضي لها كان من البيم بصراحة نقضي لها بستة مئة سبعمائة ليرة اللي بشي يجي يجي متاع شهر كامل ما نبقاش ماشي جاية بنا بكل نهار كي ما العطار المهم بعد نكملت الصالة حاصيلوا لانا بش نقنص الكلوار حاصيلوا ومبعد بش نرجع نمسحها مسحبه هي كي ما قلت لكم بالفيلادة اللي هي ما الماء والبرودويم بتاع القاعة البرودويم بتاع القاعة نستعمل فيه هو مستخلص الصنوبر يعني ريح الصنوبر نوريه وكم زادا إن شاء الله بقدر تربي نوريكم موضة تنظيف لن نستعملها زاد نعمل لكم فيديو نوريكم موضة تنظيف لن نستعملها لكل وبه هي ولا يعني نوريكم بكل مصدقية بطبيعة اسكوهية يعني نقولوا نحن افكاس يعني فعالة او لا افكاس مؤثرت علينا نحن اللغة الفرنسية بصراحة المهم يعني اسكوهية نتيجة متاعها فعالة ولا تقولوا نوريكم كل شيء بالطبيعة بالتدقيق وحتى طريقة الاستعمال بش تشوفوا كل شيء على عينيكم المهم اللي هنا بعد ما كملت حاصيله كنص الكلوار وهنا جبت الستطل حاصيله بش نمسح القاعة كيف ما شفته وبعد ما نمسح القاعة بش نمشي نعمل كنترول على ايلين نشوفها شنوها حاصيله طريقة النطق متاعها تحسنت ولا وبعد ما نطيب الاغداء نشوف اليوم ان شاء اللهلى غداية تونسي بكيف العادة الاغلبية لاية هذو ما قاعد نطيب في الماكلة التونسية بصراحة مكذبش عليكم حتى في الصيف يعني نطيب عادي ناكلوا سخونة عادي معناش حتى مشكل المهم تكون مايكلة بنينا ما في تونس ما نتقلقوش يعني حتى كي نبدو كسكسي في غير غور القيلة عادي ما قلونا في غير غور القيلة عادي المهم مايكلة تكون بنينة وتتاكل بصراح ما مكذبش عليكم الاغلبية للوقت هذي هيربا من المايكلة التركية خطر هي ما تاكلها ليش وهذاك عليش نعمل شوي شوي يعني الراجلة وحموية والاغلبية نطيب ليه وليه هي الاغلبية يعني كله نهار يعني كله نهار تطيب المهم اللي هناك ما شفتو بش نكمل نمسح القاعة وبطبيعة ان رجع كل حاجة لبلستها وبش نتعدى ان شاء الله الايلين نعمل لها كنترول زي ماك المراقبة هذي كم طاعة صغيرات خاصة انك يبدو يقرو ومازالوا بدين جدد. لين? صباح الخير. صباح الخير. لباس. 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 شنحوالك. شنحوالك ماما. لباس عليك. لباس عليك. لباس عليك. لباس عليك. انا نحبك أيها السيد. لباس. نعم لباس عليك عندهم في الجنسي لم museوة احمدريك ماما. ها احمد لله. ها احمد لله الشكل، كله،؟ التي تبقي أحد دي البعث جبل حسب تبع تبع فتح فتح نبت ثب كث كثرة خب جح 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 رجع خرج حبس صحف صلاح خبر اخذ نسخ دخل صدر سجد سجد افرم ابرز sayfaya geçelim Bakalım ne var ذبح عذب نبذ نبذ افرم رحمة شرب ذكرة زراعة زراعة افرم عزمة جهزة سبحة جسد جسد عباس عباس غديل عباس شجرة ججرة كشف كشف بطش صبار حصر نقص 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 ذحك 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 غضاب 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 افرم سنا يعني قصد بعض طهار فطر فطر حبط ظلم عظم وعظ عبدا ضعف جماعة غفار 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 افرم سنا شغلا شعلا شغلا غين شغلا شغلا ش ش شين غين لم شغلا شغلا افرم سنا بلغا 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 افرم سنا بلغا 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 غين بلغا 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 عادي غين بلغا ديل بلغا نو بلغا نو غين بلغا افرم سنا بلغا بلغ بلغا 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 افرم سنا بلغا بلغا لا digital حفظة 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 خلاق 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 أفرم سلامة 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 شجرة كشفة بطشة سبرة حصرة منقصر منقصر طهرة حبطة حبطة ظلمة برا 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 بصر در برنجي ظلمة ظلمة عظمة وعظة 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 عبدة 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 وعظة 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 المهمة في النهاية قررنا بشنطيبو شربة مفورة بالدجاج كما تعرفوا ديجا المنتجات الغذائية المواد الغذائية بشنشري كيرطال نحب نطيبو نحب نطيبو بالصوص المهم هذي الشربة بالصوص ماهيش شربة بالخضرة المهم حصلوا اول حاجة كما شفتوا حطيت زيت ناباتي وحطيت الفلفل قالت الفلفل هذي خطوة هذي نعتبرها اساسية في الماكلة التونسية بصراحة مكذبش عليكم اي حاجة طيبة بالصوص ولا مثلا كوسكسي ولا روس جربي ولا حاجة ديما نعملو فيه الفلفل هكا نطيبو الفلفل مؤخرا طيبت روس جربي ما حطيتش الفلفل خاطر ما مش متوفر عندي كيشريت سهلة ربي وشريت الفلفل قليت منه حصلوا الزيت هذيك السخون نقصت عليه الغاز على الاخر و هنا جبت راس متاع بصل كما شفتوا قصنع شوائي حصلوا مش كبير برشا ومش صغير المهم هو بشي تذبل البصل هذيك و بشي تيب في وسط الصوص المهم قصيت راس البصل هذيك كما تلاحظوا ونخليه يتجلى مع الزيت بالطبيعة مش نحط عليه الثوم مش نحطه الجيج يتجلى شوي مع البصل والثوم ومبعد بشي نفوحه كيما تعرفوا كيما استنستوا بماكلتي يعني نتصورها طريقة واحدة يعني في الماكلة خاصة كي تبدأ حاجة مفورة هكا ولا بالسوس كوسكسي ولا روس بالسوس ولا شربة مفورة ولا دويدة ولا حاجة كان تتفكروا تقريبا نفس الطريقة نستعملها والحمد لله يعني الماكلة بتاعي ابنينة من غير ما نشكر روحي من غير حتى شي جربوا الطريقة وبإذن الله بشي تعجبكم يعني المهم حاطيت البصل بشي تقلى اللي هنا حاطيت عليه الدجاج بشي تقلى شوي الدجاج هذيك قبل ما نفوحه بطبيعا بعد بش نحطوله طماطم المعجونة وبش نحطوا الهروس والفاحات حصيلوا الفاحات التونسية ديما اللمسة التونسية ديما الماكلة التونسية بصراح مجذبش عليكم انا ومن غير ما نشكرها ولا حاجة اما راهي الماكلة التونسية متاعنا راهي ابنينة خاصة انك الفاحات هذي كي تبدأ هكي الفاحات دياري بصراحة تجدها بنا على بنا لانك ما كانت لاحظوا حاطيت تقريبا نص مغرفة متاع ثوم يعني تقريبا نص رسم متاع ثوم بما انه الجيج يعني استحق بشي نفوحوه خاطروا لما حاله مغصول بالماء والقارس والخل والملح اما كومام ديما واحد تبقى فيها كل اللي نقولو نحنا الخشم تبقى فيها كل راحة من المصحص اني تتنحى نقليه شوي مع البصل وثوم وبعض بطبيعة بشنا نفوحوه الطماطم والهروس والفاحات تيبلو كروية وكركم وفلفلاكحل الفاحات اللي مستنسى نفوح بها بالطبيعة كل واحد وطريقته كل واحد واختياره وتبقى اذواق راهي مسألة اذواق كما نقولو نحنا ومسألة اختيار وكل واحدة وكوجينتها وكل واحدة كيفاش مستنسى الطيب وتفوح بالنسبة للناس اللي يقولوا مثلا ساعتها كيشوفوا طريقة مختلفة فيماك لمعاينة يقولك لا يا رو ما تجيش هكا ولا هكا صيح ثم اكلات عندهم قواعد معاينة ما نجموش نبدلوهم اما يا حب ذا ان نزيدو حاجات ندخلو حاجات باش نحسنو مثلا في المذاق ولا في المظهر اما مش معناها ان نتخلو عالطريقة الاصلية متاحة كي يبدو فما بديل نجمو مثلا كي يبدو مثلا نقولو نحنا في الدول العربية ولا دول الخليج مثلا حاصل بدول المشرق ولا حاط دول المغرب العربية تبدو امش مشتركين فيها التي بدلو المشتركين فيها مثلا كيما الجزائر المغرب والتونس لدينانا حاجات لا ناitud لهم يعني على أنو نصال لهروس اللي هو لهروس معروف عنiencia جنوب الخاصة الجامس هذا عليه يعمل له터ه blues نحنا نعمل لهراسة العربي tulut كاملاvir تعمله فيهريس الع الاربي stanceيهوا اختصاص الجوابسية اختصاص جمعت الجنوب مطل تنجموش ت호� YOUR PERF تعرف مثلا اخذت الفكرة من الجنوب تنجم تعملوا تحضروا في دارها اما هو راهو كاختصاص نقولوا نحنا معروفين به اهل الجنوب خاصة القوابسية المهم انا الحقيقة ما اكذبت عليكم الهروس راهو اصبح حاجة اساسية فيكو جينتي من نجمش نتخلى عليه في حتى اوكلة تونسية من نجمش نطيب ميكلة تونسية من غير هروس قيبسي وديجا هبطت الوصفة متاعو مرتين والاقلتها في القناة متاعي موجود نجم خليكم الرابط في صندوق الوصف طريقته سهلة وبسيطة مكونات طبيعية الف بالمياه ويجيكم هروس بنينة على الاخر ويبنلكم الماكلة متاعكم خاصة الناس اللي تحب تتعرف على المطبخ التونسي ويحبوا يجربوا الحاجة التونسية خاصة لفاحات متاعنا هذي فرصة لكم باشتعفوا حاجات جديدة على المطبخ التونسي المهم كيف ما شفتو حاطيت ماطم معجونة حاطيت الهروس حاطيت تابلو كاروية وكركم وفلفل اكحل وورقة متاع رند بالطبيعة الرند راهو الدور متاعه في الماكلة متاعنا راهو ينقص مكزيوت اللي في الماكلة يعني نقولو نحنا الدهون الضارة راهو مش معناها بش يبنن ولا حاجة صحيح هو يبنن يعطيقوه مزيانة في الماكلة أما هو راهو الدور الرئيسي متاعه في الماكلة والرند انه يمتص الدهون الخايبة يعني الدهون المذرة نقولو نحنا المهم مريكت بالمسخون كيف ما تعرفوا يترتيني بتاع ما خاطر نحنا السوس هذيكا بش نزقو به الشربة متاعنا لازم يكون زايد شوي السوس ونخلوها كل الما هذيكا ديجا بش يبدأ يغليه وديجا خاطر الما صبيت وسخون من مستحسن انه حاجتك بش تطيبوها هكا في الماكلة التونسية تمرقو بالمسخون بش الماكلة متاعكم واللحم خاصة اللحم والتجيش يكمل يتيب ما يخذ الشوك متاع ما بيرد هذه راهي نصيحة من عبد مجرب معناه المهم الهن يخذي ترتล متاع شربتي سين عاصفور هذه الشربة سين عاصفور وتا في المغرب سين القير waves المهمذه شربة سين عاصفور نسموها في تونس توجود الهنى بارتوفي من تركيا الكعبة بتاعها مش كما شيئا الشربة انالقة مثلها عاصفور الكعبة صغيرة كذلك كيف يكwind بشعير بصيحة scent Jenny كما كعبة الشعير بالضبط يسموها اربا شهرية تيجا شعرية الشعت يجاي اعطيت لها زيت نباتي و شوية كركم كيف ما تعرفوا الكركم هذيك يعطينا لون مزيان والزيت باش يعاوننا الكعبات متاع الشربة متاعنا ميلس كورناش خطر باش نفوروهم نجيب الكسكيس متاعي ونعبي شربة هذيك نصبها في الكسكيس ونحطها المدة 20 دقيقة تفور على المقفول هذيك اللي فيه السوسي تيب مدة 20 دقيقة باش يطروا شوي ويدخلوا في وسط البخار ونبعد بالتدريج باش نمرقوهم بكل السوس هذيك باش نخليها من مدة 20 دقيقة يفوروا وبعد العشرين دقيقة شوفوا هنا ديمالستوس هذيك نعملها لحفر هذيك الفلوس باش البخار يعم على الماكلة اللي قاعدة تطيب في الكسكيس المهم نخليها مدة 20 دقيقة وباش نشوفوا الشربة متاعنا باش نمرقوها بسوس كيف ما قلت لكم بعد 20 دقيقة تول هنا بعد مرور 20 دقيقة كيف ما تلاحظوا الشربة متاعي فورت اللي هنا باش نحركها بالباهي باش كان فما كعبات هكا شادين في بعضهم يتحلوا وبالطبيعة باش نجيب السوس متاعي نبدأ نمرق بالسوس يعني السوس متاعنا نهزه بالغرف نهزه بالغرف نهزه بالمغرف ونحطه فوق الشربة تنجموا راح وتحطوها في الشقالة ديريكت وتزقوها بالسوس تخلطوه ومبعد ترجعوا الكسكيس أنا بصراحة مكذبش عليكم ما نحبشك المراحل والتطويل برشا برشا والهيلمين وتوسيق المعون برشا برشا كيف ما شفتو الشقالة خلط فيها حتتفوق منها الكسكيس بالسوس في الكسكيس نحرك ونرجع الكسكيس يعاودي فور عشرين دقيقة أخرى ونعاود نفس الكرة ثلاثة مرات يعني تقريبا ثلاثة مرات نزقي بالسوس لين السوس متاعنا هذك اللي في الطنجرة الكبيرة اللي في المقفول ينقص السوس ويختار كما نقولون نحنا بطبيعة في التفوير الثالثة بش نزيدوا البطاطا تحب البطاطا في الحاجات البصوص هكا مقارونا ولا شربة ولا اي حاجة طيبة بالسوس تحب فيها البطاطا المهم لهنا وصلنا كيما نقولون نحنا للتفويرة الاخرانية دي الجا تفويرة ما صورتهيش يعني ثلاثة مرات صورت سامحوني فورت الشربة بتاعنا شوفوا لهنا الحجم قاعد يتضعف يعني الكمية قاعدة تتضعف نحرك الشربة هذيك بالباهي بش تتحل من بعضها ومن بعد بش نعاود نمرق بالسوس هذيكا بالسوس اللي قاعد تطيب فيها الشسم الدجاج نمرق ونخلط الهنا بش تشرب اكثر سوس الهنا بش تتحق اكثر سوس خاطر الكعبات تتحلو وتنفقو اكثر يعني مش كيما الكعبات يابسين ما يشربوش برشا سوس المهم نبقوا زيدوا بشوي بشوي ونحركوا الجد ما تشرب شربة بتاعنا السوس نعاودو نصبو لها السوس مرة اخرى ونحركوها بش تشرب بالباهي وشربة متاع نطيبنا جينا مفرق الكعبه في نفس الوقت اللي شربة متاع نطيبنا وتتنفق بالباهي يعني على خطرها كيما نقولون نحنا على راحتها بش نزيد البطاطا نحطها في المقفول خاطر بش نطيب ديريكت مع الشربة كيف ما قلت لكم خاطر البطاطا تاخد تقريبا خمسة عشرين دقيقة ما هيش جديدة برشا وما هيش كديمة وشربة بطبيعتها تفور في عقلها بش البطاطا تطيب لي بالباهي بعد النجم نرفسها في وسط الشربة خاطر ايلين تاكلها مرفوسة ولا نرفسها على الجنب بفصحة اخر المهم الهناك ما شفتوا بش نزيد البطاطا في المقفول ونرجع الكسكيس فوق المقفول نخلي يفور التفويرة الخرانية لمدة عشرين دقيقة وبعد بش نحطوا بطبيعة الماكلة بتاعنا لاناك ما شفتوا الصوس معادش بارشا هنا حطيت البطاطا بش تطيب البطاطا في وسط الصوس هذاك الرجع الكسكيس نحط فوق المقفول ونخليه مدة عشرين دقيقة اخرى يفور التفويرة الخرانية وبطبيعة بعد ما يفور وطيب الشربة بتاعنا بش نحط الشربة في الشقالة ولاناك على جنب تقى عندي شربة عدس قاعدة نطيب فيها لحموية هذاك خاطر ما نجمش هيكل الماكلة هذية خاطر يعني نقولو نحنا اللثة متاعو يتوجع فيه لازم الماكلة هنا بعد ما طابت شربة متاعي كما شفتوا حطيتها في الشقالة توا وبطبيعة اللي بقام السوس بش نمر بشوية بركة خاطر ايلين تحب السوس بزايد في الحاجات هذوما وبطبيعة مش نزين بالبطاطا ونزين بالجاج كما تعرفوا الماكلة التونسية وطريقة التقديم متاعها كل واحد يعرفها بطبيعة أي واحد تونسي يعرفها نسوي توا كل شربة هذيك ملا جنيب بش ما تبقاش هك زايدة ملون احنا وتوا كما شفتوا السوس شفتوا هكذا شبقت شوية بركة السوس لانا نجيب البطاطا بش نحطها من فوق بطبيعة بش نحط ثلاثة طروف ونحط الطروف متاع التجاج اللي هما ثلاثة فقوضة حتى راجلي دردبت عليه كما قلونها غريت بي بش يجي ياكل معنا بش يستعملت شربة لحموية عليش بش يضطر ياكل معنا من شربة هذية هو ياكل راهو الماكلة التونسية اما ما يحبش ماك لحامرة برشة وخاصتان كي تبدأ محرحرة ما يحبش يقول يرا يتقلقني وخاصتان كي تبدأ فيها الكوركم نحاول ديما نقسم الكمية متاع الكوركم بش ما يتقلقش المهم له هنا بعد ما حطيت الدجاج نحط واكل جرون متاع الفلفل كيف ما شفتوا نزينه بالفلفل وبطبيعة تكون الشربة متاعنا حاضرة او الاكلة متاعنا حاضرة ستكون يجبت ابنينا نودكم وننشاهيكم طريقة سهلة وبسيطة سيحت اخذ شوية وقت في التفوير متاعها اما راهي ابنينا على الاخر وتستحق التع المهم هذا هي كان الفيديو متاع اليوم وهذا هي كان روتين اليوم ان شاء الله يارب الفيديو عجبكم وان شاء الله الوصفة عجبتكم نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جديدة وشهية طيبة وفي امان الله